في طبيعة الحال لازم نبتدي مع حضراتك بلقاء النهاردة وماتش الأهلي والاتحاد المنستير التونسي أخدم في الاعتبار ودي حاجة احنا كلمنا عنها قبل كده أكتر من مرة فكرة ان احنا ساعد يوقفي أسماء فرق مش درجة قوي مش مسموعة كتير فالواحد بيتخيل ان هي بالتالي مستوها قد يكون متواضع لكن الحقيقة إلى حد كبير الكلام ده لا ينطبق على فرق شمال إفريقيا بشكل عام وبصفة خاصة هذا الفريق لو خدنا بنا من اللي حصل معه في الدوري وكان هو التاني وفرق يكاد يكون لا يذكر بينه وبين الترجي فكيف تتوقع أن يكون لقاء اليوم أولا يعني فريق الاتحاد المنستيري نقول الأول المنستير هي أحد المدن اللي هي على الساحل جنب سوسا أو يعني معروف كده خط معين يعني حتى منتخب مصر لعب فيها ألفين واربعة كاس الأمم الأفريقية لعب ثلاث ماتشاط كان الكابتن محسن صالح هو المدير الفني لعب في المنستير لعب في سوسا لعب في صفاقص واستاذ اللي هو مصطفى بن جنات مش أول مرة أن احنا نلعب على يلعبنا علي أبدا يعني عارفينه اللي أنا عايزة وصاله أنه فيه فرق الدوري التونسي ما هواش زي الفرق المصرية أو زي الدوري المصري في ايه انت نادرا هنا ما تلاقي أحد فرق الخارج العاصمة بتنافس على الدوري هناك فرق كثيرة في تونس بتنافس زي الصفاقصي زي الترجي لا خارج العاصمة يعني زي مثلا النجم الساحلي وهو أقرب ما يكون إلى الاتحاد المنستيري أو في الناحية الجغرافية نرجع بقى نقول هل الفريق لما يظهر فجأة بعد مواسم عديدة ويبقى موجود في خريطة المنافسة هل ده معناه أنه مستوى أقل من الترجي والأفريقي اللي هم فريقين بتوع العاصمة بالتأكيد لا لأنه 100% بيكون وصل إلى هذا المستوى من المنافسة بعد جهد وبعد إعداد كويس جدا كما أنه زي ما حدك قلت يا سكريم أنه الكرة التونسية بشكل عام والمغربية والجزائرية اللي هو الشمال الأفريقي ما تقدرش تستهين أو تقلل من أي فريق طالما وصل إلى مرحلة معينة في المنافسة لازم تعمله كل اعتبار لأنه الحد الأدنى بتاعه هيبقى الكرة التونسية يعني مش هيبقى أقل كتير من الفرق اللي هي اللي احنا عارفينها يعني إذا كان هناك تركيز على الترجي والأفريقي كفريقين هما اللي بيتنافسوا باستمرار لكن الفرق الأخرى هتلاقي موجات من التفوق نجم السحلي مثلا عادنا فترة طويلة ويمثل مشكلة بالنسبة للكرة الأفريقية لأنه مستوى تطور جدا نفس الشيء احنا ما نقدرش نحكم على الاتحاد المنستيري غير بأنه هو فريق بيمثل الكرة التونسية وأعتقد أنه كل الحسابات اللي عملها الجهاز الفني واللعبين أكيد كلهم بيقدروا هذه النقطة نقطة مهمة جدا وعايزة أقول لحضرتك لو كلمنا شوي على الاتحاد المنستيري عايزة وجهة نظرك لأن فيه يعني رأيين مختلفين تماما تماما حد يقول لك الاتحاد المنستيري على فكرة حيواجه الأهلي وأول مرة يشارك يعني في دوري الأبطال وحاجات زي كده فهو حيبقى الآن حيبقى داخل خايف شوية وده حيبقى لصالح النادي الأهلي وعلى صعيدة تاني يقول لك لا خالص على فكرة هو عارف وبيواجه مين وهو عنده تنافسية شديدة حتى المدير الفني بتاعهم كان بيتكلم هو نادي الأهلي كبير بس أنا كمان عندي سكواد كبير جدا فهل ده السيناريو ولا هل ده السيناريو لأن السيناريو ده حيفرق في طريقة اللعبة أكيد هتبقى طريقة دفاعية من الدقائق الأولى دي هتبقى هجومية أكيد ولعبة مفتوحة شوفي هي مش هتلاقيها إجابة محددة مش لأن احنا مش عاوزين نقول لأن هي هتبقى خليط من ده كله يعني فريق الاتحاد المنستيري أكيد هيبقى عامل حساب كبير جدا للنادي الأهلي يعني حتى المدير الفني بتاعه قال هذا الكلام قال لما عرف أن محمد شريف كمهاجم أو فلان من اللعيبة موجود في الاسكواد بتاع النادي الأهلي ومحمد الشناوي ومرورا بقى بكل المراكز لا ده فريق النادي الأهلي يعني بصار في النظر عنه أنه هم واصلهم معلومات طبعا على خسارة النادي الأهلي للدوري الموسم اللي فات إنما دامش المعيار اللي هو بيبني عليه خسرنا بعد كم سنة يعني بزبط يعني ما هواش مثلا فريق بعيد عن المنافسة فهو لسه يستكشفه لا هم حفظين هم عارفين كويس قوي مسيرة النادي الأهلي وأخذ بطولات قد إيه وآخرها كان إمتى يعني معي يعني احنا ما ننساش برضو حاجة أنه كل هذا القلق أنا بعتقد أنه هو في موسم مضغوط يعني كل القلق المحيط بمستوى النادي الأهلي كان موسم مضغوط يعني نفس الأسباب اللي انت خسرت بها الدوري مش اللي فات اللي قابله هي نفسها عشو كده عشو كده وإحنا نبدين الموسم ده قلنا نتمنى أن يكون فيه تغيير لأن احنا قلنا نتمنى الموسم اللي فاته ما حصلش حاجة بالزبط لا موسم ده تأكيد لكلام حضرتك أنه الأسباب ما كانتش زالت أصلا بزبط وهزالت دلوقتي برضو يا ميسيومة لا يعني حد يدينا إجابة يا جماعة لا أعتقد أعتقد أنه فترة الراحة اللي خدها النجوم الأساسيين بتوع النادي الأهلي في نهاية الموسم اللي فات هتكون نقطة فريقة شوية بس الجدول بقى لما نشوف الجدول بس جدول مباراة ما علينا لكن هو في الأساس إحنا النادي الأهلي كان بيعاني من ضغط شديد جدا صحيح وكان واضح يعني معلش فيه النهاردة أندية لما بتلعب ماتشين وربعة بيقولك ضغط المباراة مش بحدد أندية معينة أي نادي في الدوري لو لعب ماتش كومفيدرالية وبعدين ماتش دوري بيقولك أنا أتضغط طب ممال الله يكون في أعون بقى الله يكون في أعون بقى الأهلي كان بيعمل إيه ترجمة نانسي قنقر